تعليقا على الكلام الكابتن والي بس سؤالي حضرتك يخص اشرف بن شرق اشرف بن شرق بالنسبة لي بقى نموذج نموذج حلو في ايه بقى اللعب المحترف اللعب الملتزم لاخر ثانية افضل لعيب فريق والاخر ثانية لا تحدث عن مشاكل مادية لا تحدث انه عايز يمشي مثلا في اخر شهر ستة زي ما اللعيبة بتمشي ما قلتش انا ماليش دعوة ويرفعه عضايا وعملوه مشاكل ما عملش اي ازمة من اي نوع ولو حتى بمنطق التسريبات الصحفية فيش هو بيلعب وافضل لعب في فريقه كمان اشرف لعيب اولا مؤدب جدا ولعيب كبير يعني هو شعبيته كمان في المغرب هو اونجب من اللعيبة الكبار جدا والحقيقة هو من ساعة ما جاء بيدي اقصى حاجة عنده اللي حصل فترة اللي فات انه قاعد فعلا مع امير قاعد مع مشوار مرتضى وهو لو قاعد في مصر يقعد في ناس زمالي يعني هو نفسه يحترف برا نفسه جايله حاجة برا وعقد برا ممكن يبقى في قطر ممكن يبقى في تركيا يعني هو عايز يغير اجواء الكلام اللي تقلل عن موضوع النادر اي ده ما كانتش موجود بصير لا ما احنا مدخلناش في تفاصيل معاه يعني لا لان هو كلمته واحدة هو اتكلم مع امير فعلا قاعده اجتماع كبير جدا والموضوع ما تطرقش لفلوس لان ناتزة مالك بيقدر اللعيبة الكبيرة واحنا لو حسبناها لو احنا هنجيب واحد زي اشرف بن شارك وهندفع فيه فلوس هندفع فيه فلوس اكتر من ان هو هيجدد به صحيح وما فيش مشكلة لناتزة مالك في موضوع الفلوس بالنسبة للاشرف وهو ما اتكلمش فيه يعني لو هو عايز رقم معين ناتزة مالك قادر ان هو يوفر هو لكن هو اشرف قال ان انا لو ما جاتليش حاجة مناسبة في الفترة دي انا موجود في ناتزة مالك وهو هجدد زي وانتفق على الماديات يعني لو هو طلب طلب معين هو ما طلبش طلب معين مادية وناتزة مالك هيقدره مادية كويس جدا لان هو فعلا يستحق كفاية ان هو لغاية اخر دي على فكرة هو المفروض عقده ينتهي 31 ستة انما هو مكمل بكل جهده وما غابش ولا تمرينة ما غابش ولا ماطش بيدي اقصى حاجة عنده داخل المالع ودي ليها تقدير مجلس الادارة وبالنسبة للجمهور لكن انا بقول ان اشرف بن شرقي لو هو مستمر ان الزمالك بيبزل كل جهده ان هو يكون موجود والجمهور بيبزل كل جهده يكون موجود حتى زي اللحظة حتى زي اللحظة طبعا يكون موجود لو ما جاتلوش حاجة اتأكد ان هو هيمضي في ناتزة مالك هيمضي في ناتزة مالك انت توقع ان هو هيكمل الموسم مع ناتزة مالك؟ انا اتوقع ان هو هيجدد ان شاء الله توقع ان هو هيجدد؟ اه ان شاء الله دي هتبقى مفاجأة لجمالي النادي الزمالك عظيمة اعتقد هتبقى اكتر هداية لجمالي النادي الزمالك ان اشرف بن شرقي جمهور ناتزة مالك جمهور زواق وبيفهم وحسس ان اشرف بيبزل كل جهده ومعملش اي مشكلة من بداية عقده لغاية النهاردة فطبعا ليه تأدير خاص بالنسبة للجمهور وبالنسبة للإدارة طبعا عارفة كده كويس انما انت مش تكبر حد ان تقعد في مكان وانت لو هو يا ربنا تكرمه في حتة لكن الحب اللي لقاه في ناتزة مالك وجمهور ناتزة مالك والتأدير اعتقد ان هو هيبقى ليه تمن عند اشرف موسيقى